نادي الأهل وأحداثه وشؤونه بشكل خاص طبعاً زي ما حضركم بتابعين الأحداث الرياضية بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد توكيو 2020 منتخب الوطني إن شاء الله خطوة واحدة فقط لتآهل المنتخب الوطني رسمياً للأولمبياد وخطوة كمان علشان نحقق اللقب لكن طبعاً هنتكلم على المنتخب الأولمبيو هنتكلم ما هذا على المنتخب الأول اللي بيستعده بعد وصوله إلى جزر القمر علشان يستعد لمواجهة المنتخب جزر القمر إن شاء الله في الجولة الثانية لتصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 بعد تعادل الأول أمام المنتخب أكيني طبعاً هنتكلم في أمور كثيرة جداً وأمور فنية وأيضاً أمور صحفية فقرأي أكون مع الكابتن أحمد سامي عشان نروح معه للنقاط الفنية ونتابع معه أحداث والشغل الفني الخاص بمنتخب مصر الأولمبيو وأيضاً منتخب مصر الأول وإزاي منتخب مصر يفوز على منتخب جنوب أفريقيا اللي كان فيه مباراة ودية قبل البطولة ومنتخب مصر فاز واحد صفر وكانت مباراة صعبة جداً على المنتخبين وأيضاً إزاي منتخب مصر يتخطى عقبة التعادل الإيجابي مع المنتخب كيني على ملعبنا وسط جمهورنا اللي طبعاً اللي كان مفهود أنه يحضر لكن فضل أنه يحضر في مطش المنتخب الأولمبيو بسبب طبعاً سخونة الأحداث ويعني الشكل الجميل اللي بيمر بيه المنتخب الأولمبيو الحالي وهو تقلق كل اللاعبين لكن طبعاً حق علينا كلنا أن احنا نكون موجودين للمنتخبين سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبيو طبعاً هنتكلم معاه في زي منتخب المصري الأول يتخطى حاجز التعادل الإيجابي ويقدر أن يفوز على منتخب جزر القمر إن شاء الله علشان يحصل ثلاث نقاط مهمة جداً في مشوار المنتخب يقدر الله لو حصل أي نتيجة عكسية هيبقى الموضوع ممكن نخش في صعوبة في الحسابات اللي دايماً منتخبات مصر عودان عليها لكن إن شاء الله يكون الأمر مختلف تماماً ما فيش هكي طبعاً النادي الأهلي أكيد كلنا مفتقدين النادي الأهلي مفتقدينه في مطشاطه في جولاته في لقاءاته الأفريقية في كل شيء بقينا بس مركزين مع النادي الأهلي في أخباره وفي تدريباته أكيد طبعاً لعيب النادي الأهلي ولعيبة مصر يهمنا أخبارها ويهمنا نعرف عنهم كل ما هو جديد لكن مستوى اللعيبة اللي موجودة في المنتخب الأوليمبي حاجة بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرك حاجة يعني وواضح إن فيه شغل مدير فني وواضح إن فيه قدرات بدنية ومهرية على أعلى مستوى بالنسبة للاعيبة النادي الأهلي خاصة الرمضان صبحي اللي زي ما حضراتكم شايفين يعني بيتقلق من مباراة لمباراة كابتن فريق بمعنى الكلمة وأيضاً كمان قائد جوه الملعب بيعرف إن هو يتكلم عن اللعيبة بره وجوه الملعب شوفنا كلنا الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فإزاي رمضان صبحي بيشد أزر اللعيبة قبل المباراة بيولون كلمتين عايزين نطلع أول للرجال الأول خلاص إنت جمعت ست نقاط من اللقائين وبالتالي المباراة تالتة تحصيل حاصل لكن الحماس اللي موجود عند اللعيبة إن احنا نطلع أول وهو ده الحماس وهو ده اللي بيفرق لعبة منتخب مصر دون عن بقية المنتخبات بقية المنتخبات الواحد بيحس إنهم ما عندهمش ولاء لبلدهم ما عندهمش انتماء ممكن النادي يحرم لعب إنه يكون موجود مع المنتخب فعادي يتضمن مع النادي ومعندوش أي مشاكل إنه هو يكون موجود مع المنتخب بلاده ولكن ملاعب منتخب مصر لا يمكن لا يمكن أبدا إن النادي يفكر бس إنه هو يقول له ما تبقاش موجود مع نديك أو مع منتخبك وهو يوافق عشان كده الحماس والغيرة اللي موجودة على بلدنا وعلى أرضنا اللي طبعا نتعشم ونتوسم خير إن شاء الله في المنتخب الأولمبي إنه يعني هنتكلم على الشروع الأكبر وهو الحصول على البطولة الأفريقية دايما لو إحنا بصنا للصغير مش هنوصل لكن لو بصنا للكبير ولا قدر الله حصل أي شيء هنعرف نوصل للصغير أنا بتكلم الكبير هو الفوز بالبطولة الأفريقية الصغير هو الوصول إلى الأولمبياد محدش يقول كلامي إزاي ده الأولمبياد ده حلم حلم لكن أنت عندك حلم أكبر منه أن أنت تعرف تحقق لقبين في أقل من أربع خمس أيام هو الفوز بالبطولة والصعود إلى أولمبياد توكيو عشرين عشرين علشان كده بقول لحضراتكم دايما إن منتخب الأولمبي إن شاء الله يكون امتداد للمنتخب الأول ولعيبة النادي الأهلي تستمر في العطاء وتستمر في دعم زمالها وأجمل حاجة في المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول إن ما فيش أهلي وزمالك التعصب اللي كان موجود في الفترة السابقة ما أثرش تماما على اللعيبة اللي موجودين تخلى حضراتكم ده بيأثر برا مصر ومش بيأثر في مصر إيه اللي حصل برا مصر؟ منتخب إنجلترا جارس توس جيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي استبعد رحيم السلم من المواجهة الأخيرة للمنتخب الإنجليزي إيه السبب؟ تفتكروا حضراتكم إن مباراة منشستة سيتي ومباراة ليفر بول بعديها على طول اتوقف الدوريات العالمية وبالتالي كان فيه طاقف دولي فكل اللعيبة اللي مطلوبة في منتخبتها رحت للتجمع والمعسكر الخاص بمنتخبتها حصل مشدة ما بين رحيم السلينج وجماز لعب ليفر بول بسبب أحداث مباراة منشستر وليفر بول وبالتالي حصلت مشدة أخناها ورحيم السلينج تم استبعاد عشان هو اللي كان متسبب في هذه الأحداث دمش موجود أبداً